طيب تمام دكتور حسن يعني هو بيسألنا على الدعامة اللي لها وقت محدد وبعدين بينتهي مفعولها ولا لا احنا عايزين نعرف الأول ايه قصة الدعامة دي ايه معنى كلمة دعامة في الشريان اتج الدعامة دي جاي من كلمة تدعم يعني ايه تدعم يعني تحافظ على ان الشريان يتنيه مفتوح طيب الدعامة دي عبارة عن لو بنتكلم كده بالبسيط لو حراك عارف سستة الالم الجاف اللي هي اللي بتلف كده دي بتبقى معمولة من مواد صديقة للإنسان السبائك يعني كوبالتو كروميوم وهكذا بتبقى موجودة وجواها زي بلونة صغيرة احنا بندخل الدعامة في جوه الشريان في الحتة الديقة وبعد كده بننفخ البلونة دي فالدعامة تنفتح كده وبالتالي تعد ونطلع البلونة دي بره الجسم فالدعامة تحافظ على ان الشريان يكون مفتوح طول العرض معنا فيديو هيروضح الموضوع ده دي تحافظ على ان الشريان يتنين مفتوح طول العرض طيب ليه سميناها نشوف الصورة دي زي ما احنا شايفين دي حتة ديقة اللي هو البلونة دا وديه الدعامة وديه البلونة بتاعتها نفخنا البلونة الدعامة بتخليها في جدار الشريان لغت الجزء اللي كان ديق حفظت على ان الشريان يبقى مفتوح تمام يعني دي ذو أهمية كبيرة بالنسبة للشرين الدايا طبعا ومن هنا جي اسم دعامة الحياة ليه اسم دعامة الحياة هو دعامة الحياة ده المصطلح ده جيه في علاج الناس اللي عندها جلطة يعني ده الشريان الدايا ده الشريان الدايا الاصفر اللي احنا شايفينه ده كانت الدهون اللي مدايقة الشريان دي الدعامة بالبلونة بتاعتها بننفخ البلونة خلاص بتخلي الدعامة تتفتح لغة الجزء اللي كان دايق بقى الشريان كله سوى واحد وبعد كده بنطلع البلونة وبتفضل الدعامة جوه الشريان بالتانيها موجودة بالتانيها جزء من جدار الشريان طب الأستاذ عبدالله كان بيحكي هي لها وقت معين وينتهي مفعولها ولا دي ما زالت قائمة على طبع طيب ده يجبنا لسؤال تاني عن الدعامات هل الدعامات دي أنواع وهل كل نوع ليه حاجة أو لا طيب الدعامة بنجرد ما تحطت في الإنسان أصبحت جزء من جدار الشريان اللي المفروض يكمل بها الحياة والعمر الدعامات أول ما طلعت احنا أول ما في قبل التسعينات كانوا في الأول بيوسعوا الشريان عن طريق بلونة فقط تمام وعشان كده بنسمع كلمة توسيع ولكن لقوا أن لما بيوسعوا الشريان ببلونة فقط من غير دعامة الشريان بيرجع يدي على طول بيحصل له حاجة اسمها ريكويل يرجع يدي فجات أول حاجة الدعامة اللي سموها الدعامة العادية أو المعدنية هي عبارة عن السبيكة اللي احنا قلنا عليها دي بس لقوا مع الدراسات أن نسبة حدوث انسداد فيها مع الوقت يصل من 25% ويتزيد النسبة دي في المرضى اللي عندهم سكر أو لو كانت دي طويل أو لو كان الشريان اللي احنا عطين في الدعامة صغير في القطر فبدأوا يحطوا دواء داخل السبيكة دي ومن هنا جي اسم الدراج اليوتينجستينت أو الدعامة المعالجة دوائية الدواء ده الغرض منه أنه يتغلب على حدوث انسدادات مع الوقت ممكن تتسد الدعامة؟ الدعامة ممكن تتسد عن طريق أنه يتكون جواها دهون زي الشريان اللي خلقوا ربنا اللي خلق الشريان اللي خلقوا ربنا وممكن يديق مع الوقت ممكن الدعامة تتسد بس الدعامة الدوائية اللي هي المعالجة الدوائية نسبة حدوث انسداد فيها نزل إلى 1% ودي تقتبر نفس النسبة في الشريان العادي يعني لو الإنسان ما حفص على نفسه سكره ضغطه التدخين الدهون ممكن الدعامة تنسد وممكن أجزاء أخرى غير اللي إحنا عالجناها تتسد في الشريان العادي بطر حسن لديها سؤال مهم جدا فضل يعني هل الدعامة ده حاجة اختيارية ولا إجبارية يعني هل إحنا بنخير العيان بين علاج دوائي وتركيب دعامة ولا هنا بنقوله إنت لازم ولا بد أن إنت تركب دعامة في الشريان التجري طيب أنا هجاب بحركة على السؤال ده بعد لما أقول كلمة يعني إيه دعامة الحياة وحركة تعرف الإجابة كلمة دعامة الحياة دي مصطلح استخدم في حالات الجلطة الإنسان لما بيجي بجلطة بيبقى الشريان مسدود بنسبة 100% ومعرض أن يحصل له مشاكل ومضعفات منها السكتة القلبية اللي أنا كنت أتكلم عليه فلازم الشريان ده يتفتح وكلما اتفتح بدري فأول 12 ساعة كلما كان حفظنا على عضلة القلب نقدر نفتح الشريان لحد 48 ساعة عن طريق الدعامة أو ندي الدواء المزيب اللي بيدوب الجلطة وبعد كده لازم نعمل الأسطرة والدعامة في أول 24 ساعة ومن هنا جي اسمها إنقاص حياة ففي الوضع بتاع الجلطة هي إجباري وليست اختياري أما في حالات الزبحة الصدرية المستقرة واحد بيمشي يجي له وجع فيعد يرتاح إمتى نركب دعامة وإمتى نمشي على علاج دوائي طيب العلاج الدوائي عايزين نتفق إنه هو أساسي في جميع الحالات سواء العيان عمل دعامة ما عملش دعامة عمل عملية قلب مفتوح ده لازم هيمشي على علاج دوائي طول عمره طالما إحنا لقينا فيه ديء في الشريان طيب العلاج ده يشمل مضادات الصفائح زي الأسبرين اللي احنا كلنا يعني اللي هو مهم جدا رقم اتنين أدوية لتقليل الدهون بنسميه مستاتين دي أدوية بتقلل كمية الدهون في الجسم وبالذات الـ LDL اللي تكلمنا عليه وبتحافظ على الجدار إنه يكون أملس فتقلل فيه للتهاب رقم تلاتة أدوية بتهدي ضربات القلب زي مصبتات بيتا ومصبتات الكالسيا رقم أربعة أدوية بتوسع الشريان وبنسميه من نيتريد بتوسع الشريان التالي طيب لو مريض مشي على هذا العلاج وهو عنده زبحة صدرية مستقرة وارتح تماما وما فيش أي مشاكل ده ممكن نستمر على العلاج الدوائي بدون تدخل طيب لو خد الأدوية دي كاملة بالجرعات المناسبة المزبوطة ورغم كده لسه بيشتكي من أعراض بتضيقه هنا جه دور الدعامة والأسطرة كاختياري وليس إكبال طيب يعني حيك بيبقى القرار شركة ما بين المريض وما بين الدكتور الطب كله عبارة عن قرارات مشتركة ما بين المريض والدكتور للوصول إلى الحل الأمثل لمصلحة المريض تمام لما بنعمل أسطرة تشخيصية للمريض ونلاقي فيه ديق جامد في الشريان وهو بياخد علاجه ومش متحسن لازم نركب الدعامة لتحسين الأعراض لو لقينا الديق ده في بدايات الشرايين في أول الشريان خالص ناحية الجزع تركيب الدعامة هنا بيبقى جزء منه تخفيف أعراض وجزء منه هياكو أنت بتعمل الأسطرة دكتور أنا داخل وعارف أن أنا هعمل أسطرة وركب دعامة ولا بخش أشوف الأول الوضع عامل إزاي وإذا حتكت بعمل طيب الفحوصات اللي إحنا قلنا عليها قبل كده زي المسح الزري ورسم القلب بالمجهود دي بتدينا انطباع أن المريض هيبقى عنده مشكلة ولا ما عندهش مشكلة يعني المسح الزري لو بيين أن فيه أماكن كثيرة في القلب ما بتاخدش الغزاء المناسب بتاعها يبقى غالباً العيان ده عنده نشوف الشريان ونشوف الدي فبقى غالباً عارف أن الشريان ده قد يحتاج دعامة ده قد يحتاج دعامة إنما الكلام كله بيبان مع الأسطرة التشخيصية اللي بتورينا الشريان وبتورينا الأماكن الديقة ونعرف هنتدخل ولا مش ندخل